الأمة كخزام تتحدى الله الإسلام لأربع سنين متواصلة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والصلاة والسلام على خير المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هذه المنصرة تزوف بشرة أن ماجي خزام المنصرة الكبرى تتحدى الله سبحانه وتعالى طوال أربع سنوات هنعرف ليه ماجي خزام تحدد الله وإيه هو موضوع التحدد رح تكون فيهم عم تسجل الكتاب المقدس بالصوت والصورة مع حزف تماما للفظ الله القريش الوسني لترجع الكتاب المقدس مثل ما كان قبل ألفين سنة هللويا الله بقى بتاع قريش وبقى وسني وهم مش معترفين بربنا سبحانه وتعالى بلفظ الله سبحانه وتعالى يعني وأصبح ذلك لزاما عليهم أن هم زي ما قلنا لحواراتكم قبل كده هم مش معترفين أن في لفظ اسمه الله وإن الله ده بتاع المسلمين وإنه لما قلنا لحضراتكم أن لفظ الله هم خدون مننا أبلغ دليل على هذا الكلام وإلا هتسمعوا لسه ده أبلغ دليل على هم مش معترفين بقى الله سبحانه وتعالى وهم معترفين بقى حاجة تانية هنعرفها دلوقتي وأبلغ دليل أيضا أن الكتاب الذي يدعونه مقدس إنه كتاب محرف إلا إذا لم يكن محرف لم يكن يستطيعون أن يحرقوا منه حرف واحد بالحصف أو الإضافة هنشوف في عمل إيه مجل الخزام اللي هم مستبشرين بهذه الحلقة كنز من الله سبحانه وتعالى أراد الله سبحانه وتعالى أن يبعثه إلينا لكي يخرس كثيرا من الألسان وقت كان في لفظ الإله وحده هو يهوى خالق السماوات والأرض أبو ربنا يسوع المسيح هو الإله الحق وهو معبودنا نحن المسيحيين كان هو يهوى ما فيش الله يعني لما بنقول إن النصارى لا يعترفه بشيء اسمه الله يبقى إحنا ما كناش منتجنى عليهم وهذا أمر واقع زي ما حضراتكم سمعتوه إنه هو اسمه يهوى وهذا سبحان الله يؤكد ما قال الله سبحانه وتعالى وإن كنا لسنا في حاجة إلى ذلك ولكن يشاء العلي القدير أن يكشف كذبهم ويكشف ضلالهم ويكشف تضلي لهم بالناس بسم الله الرحمن الرحيم وإن منهم لفريقا يلوون السنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون ما كان لبشر أن نبتئ الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقولوا للناس كونوا عبابا لهم دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما أنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين عربا يأمركم بالكفر بعد أنتم مسلمون صدق الله العلي العظيم هذا ما أبشر نبيه الله وهذا ما أخبر نبيه الله سبحانه وتعالى فأكثر من 1400 سنة بيلوون السنتهم لتحسبوا أن الكلام من عند الله وهو مش من عند الله ولكن ربنا سبحانه وتعالى يشائل علي القدير أن يكشف بالدليل القاطع أن هذا الكتاب محرف لأنه هذا الكتاب لو لم يكن قد حرف أو سيحرف لما استطاعت هذه المنصرة هي منصرتها الأم ماجي خزامي أن هم يعدلوا على كتاب الله وأن هم هيرجعوا بعد ما ألفين سنة بهايشيلوا منه لفظ الله اللي كان موجود بقاله ألفين سنة وهيرجعوا لفظ يهوى فهذا يدل أجبر وأدمغ دليل أن هذا الكتاب محرف بما لا يدع مدالا بالشك وضعوا بأيديهم الدليل الذي يؤكد أن هذا الكتاب محرف كل الشكر والمجد لربنا كانت الخطوة الأولى هي حزف لفظ الله تماما من الكتاب المقدس مقروق على موقع FMC World الحمد لله والشكر لله رب العالمين أن هذا حدث الحمد لله أن الله سبحانه وتعالى يأبى أن يوضع اسمه الشريف العظيم دل جلاله وتقدست أسمه أن يوضع في هذا الكتاب فأراد الله سبحانه وتعالى أن يرفع هذا الاسم العظيم أعظم اسم في الكون أراد الله سبحانه وتعالى أن يرفعه من هذا الكتاب وأن يقروا أنهم لا يعترفون بهم بل إن الله سبحانه وتعالى هو الذي لا يعترف بهم وسيعلمون غدا فداحة ما فعله بسم الله الرحمن الرحيم فَوَيُّوا الَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بَأَيْدِيْهِمْ فَوَيُّوا الَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بَأَيْدِيْهِمْ بالفعل لأن الأنجيل كلها اللي اتكتبت لم تكتب في حياة السيد المسيح عليه وعلى ربينا أفضل الصلاة والسلام فكيف يكون هذا الكلام عند الله ويستطيع إنسان كائنا من كان أن يغير فيه كيف ذلك كيف يمكن أن يقبله عقل كيف إزاي عاستقنعني أنه لا كلام ربنا وأنت يا بشر بتحط فيه وتزيد منه وتحزف منه وتقول لي إن هذا كلام من الله كلام من عند الله إزاي زي كنت أنت بتقول إن أنا هشيل منه لفظ الله وتقول إن أنا هرجع لفظ ياهوة تاني هذا كلام من عند الله إزاي في حين أن القرآن العظيم كما قال الله سبحانه وتعالى إن نحن نزلنا الذكرى وإن له حلحة فولون فالقرآن محفوظ لا يستطيع مخلوق كائنا من كان أن يحرف فيه نقطة واحدة وليس حرف فما بقى لكم بهذه التحريفات وسنثبت أيضا من كتابهم أن كتابهم محرف تخيالوا عدواتكم كتابهم نفسه قال إن هو محرف بس أما نكمل مع المنصرة دي ومع أمها اللي فرحانة بيه ومع النصر الساحق اللي هم أعملوه وفاكرين إن هم كده انتصروا انتصال عظيم لأنهما شالوا الإله القريشي الإله الوسني حاشا لله تعالى الله عما يقولون علوا كبير إذا بتبحثوا موجود محل البحث على كلمات إذا موجود بالكتاب المقدس تكتبوا الله لا يوجد نتائج هاي رح تلكون هلا الصورة اللي هي أحلى صورة لسنت 2024 أحلى صورة إن لفظ الله مش موجود أرأيتم مدى العمى الذي طمس هذه القلوب أرأيتم النعمة التي منحنا الله إياها أن دعالنا مسلمين أرأيتم أن حينما نقول الحمد والشكر لله رب العالمين على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة أنها أعظم نعمة في كون أرأيتم فرحنين إن اسم الله نزع من كتابهم وزي ما حضراتكم شايفين الصورة كده الإسم مش موجود وده حاجة يعني هم تدعون للفخر وده أسعد يوم في حياتهم إن لفظ الله جل جلاله الله العظيم الله الخالق الواحد الأحد الله ربنا ورب كل شيء ومليك كل شيء فرحنين اسمه تشان فرحنين اسمه تشان ما أنهم لا يعلمون أن الله سبحانه وتعالى هو الذي أراد بهم هذا وكما قال الله سبحانه وتعالى سنستدرجهم من حيث لا يعلمون صدقت ربي والله العظيم إننا نرى آية عظيمة من أعظم آيات الله آية تدل أن القرآن العظيم هو من عند الله الذي قال الله فيه أنهم سيكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله وهو الواقع يثبت بالصوت والصورة أنهم يقررون أن هذا الكتاب محرف بأنهم يحزفون منه الآن لفظ الله سبحانه وتعالى ويعود إلى لفظ كلمة موجود قبل ألفين عام أي أنه تم تحريفه من قبل ويتم تحريفه الآن على مرأة ومسمع من العالم كله ولا حول ولا قوة إلا بالله أن يكون هذا النصر المبين عند الله أن يثبت للجميع للنصارى قبل المسلمين أن كتابهم محرف بشهادة المنصرين أنفسهم وليس بشهادة أحد من المسلمين وبالصوت والصورة التي لا تقبلان الشك ولا حد يقول لك فوتوشوب ولا حد يقول لك بالصوت والصورة أمام حضراتكم المنصرة هي ومنصرتها الأمة التي تحتوي رمسالها أولاء اللي اسمها مالي الخزام بتؤكد هذا الكلام لما فتحت الكتاب المقدس على موقع FMC World لقراء وما لقيت ولا أي لفظ لالله يعني بتحس براحة وما بقدر أني أوصف لكم شو حسيت بس شي رائع إحساس رائع إحساس رائع أن نفذ الله مش موجود شفتوا دلال أكتر من كده يعني إحساس رائع أن اسم الله مش موجود لا حول ولا قوة إلا بالله الحمد لله الذي عفانا من ما ابتل به رائع إحساس رائع أن اسم الله مش موجود تدخيله وفرحانا وفاكرا أن دا الناشوة وانتصار وأن دا شيء يعني عظيم جدا ينطقهم بألسنتهم التي تعودتها الكذب والافتراء والشبهات وينطقهم بالحق وهم لا يدرون تخيالوا حضراتكم أنها معتبرة أن حس في اسم الله من كتابهم نصر تخيالوا حضراتكم الله الله جل جلاله يتحذف اسمه وفاكرا نصر وما تعرفش أنه لبنا أبا سبحانه وتعالى أن يوضع اسمه العظيم الشريف في مثل هذا في وسط هذا الكذب والافتراء والتضليل كنا عن جد منتمنى أنه يجي اليوم يلي نفتح فيه الكتاب المقدس وما نشوف لفظ لالله القريشي وفعلا إجه اليوم وكل ياته بفضل أمنا معجي كنا بتحلم بهذا اليوم وربنا حقق لكم الحلم الله سبحانه وتعالى دائما بيستجيب لعباده ربنا حقق لكم هذا الحلم وحرمكم من شرف ذكر اسمه العظيم حرمكم من شرف ذكر اسمه العظيم وترككم لأسماء أسماء أنتم سميتموها وأنتم تقولونها وتفترون بها على الله كذبا هل بعد ذلك فيما يستطيع أن يخرج ويقول أن هذا الكتاب لم يحرف بل عقل هذا هذا الكتاب لم يحرف هل هذا ممكن يقال بس أما إلهة بقى اللي هي فرحانة بمواصفاته فنشوف مواصفات إلهة في كتابها إيه هي وأنا أيضا أصفق كفي على كفي وأسكن غضبي أنا الرب تكلمنا الرب بيثقف الرب بيثقف هل له هؤلاء سيحاربون الخروف والخروف يغلبهم لأنه رب الأرباب تعالى الله عما يقولون علوهم كبير وملك الملوك والذين معه مدعوون ومختارون ومؤمنون ربنا بالنسبة لهم رب الأرباب خروف طب لازم ربنا ينزع اسمه من هذا الكتاب ما ينفعش لازم لفظة الله يتشاهل ما ينفعش ما ينفعش يكون موجود بسي هذا الكلام رب خروف أما أنا فدودة لا إنسان عار عند البشر ومحتقر الشعب اللهم لا حول ولا قوت إلا بكارم فنديب الرب على الشر الذي قال أنه يفعله بشعبه الرب بينضل الرب مش عارف عواقق تصرفه حاشا لله حاشا لله حاشا لله تعالى الله علوهم كبير عما يقولون الله بيندم إنه يا جماعة يعني مش عارف يحسب عواقق تصرفه فأخطأ في التصرف فندم على هذا التصرف هو ده الرب اللي انت فحر به مبارك عليك يا سيد مبارك إيه ما بس شفا بس شفا بس شفا لأنه هو هكذا قال الرب رب ها أنا ذا رام من مقلاع سكان الأرض هذه المرة وأضيق عليهم لكي يشعروا ويل لي من أجل صحق ضربتي عديمة الشفاء فقلت إنما هذه مصيبة فاحتملها ربهم يقولوا إيه اللي ضربتي عديمة الشفاء ربنا بتاعهم ضربته ما لهاش قيمة ما بتشفيش عديمة الشفاء ده إيه ده إيه القدرات الرهيبة للإله ده ده إيه الإله اللي انت معجبة به أوي والقدرات الرهيبة ده عشان تتكلمي عن لفظ الله سبحانه وتعالى جل جلاله وتقدست أسمائه قلت له أنا فرحان أن اسم الله تشيل بل الله هو اللي شيل اسمه لو أنكم تعقلون والله لتعضون الأنامل من الندم تبكي بدل الدموع دم على هذا الكلام لأن الكلام ده حسابه عظيم عند الله من صفات ربهم أنهما بيستهزأوا به وبعد ما استهزأوا به نزعوا عنه الرداء وألبسوه ثيابه ووضعوا ومضوا به للصوب استهزأوا به هذا الإله اللي انت أحبتي أو انت فرحان به إيه الدليل بقى أنهما كفاء كلامهم محاط أما وحي الرب فلا تذكروه بعد لأن كلمة كل إنسان تكون وحيه إذ قد حرفتم كلام الإله الحي رب الجنود إلى هنا نص صريح بدا حرفتم كلام الإله الحي نص لا يحتمل التأويل ولا يحتمل أن يكون ذات معنى زي يقول لك إيه كل حاجة يقول لك السمتة مش عارف المعنى لم أأتي لألقي سلاما بها سيفا يقول لك ده سيف سيف القلوب وسيف المشاعر وسيف الحياء إنسان مخاطب بالنص مفروض أنه مخاطب الناس على قدر عقولين القرآن بيخاطب الناس من أدنى العقول لأعلى العقول لكن ما تقدرش أدنى عقل ده هيفهم القرآن عايز يقول إيه بمعنى الصريح الواضح المباشر ولكن هؤلاء أيضا ضلوا بالخمر وتاهوا بالمسكر الكاهن والنبي طرنحها بالمسكر ابتلعتهما الخمر تاهى من المسكر ضل في الرؤية قلقة من القضاء النبي 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 هيوع في السكر نصق إزاي مثلا يعني كتابكم ده أحد الناس اللي كتبوه سيدنا سليمان سيدنا سليمان أنت بتقولي الأنبياء بتسكره والأنبياء مش وعي حاجة أو مش عرف حاجة طب نصق إزاي في هذا الكلام نصق بيه إزاي يعني بس بلونا بالله عليكم يا لأن الأنبياء والكهنة تنجسوا جميعا بل في بيتي وجدت شرهم يقولوا رب نبي يتنجس نبي بيعمل شر هل هذا هل هذا يدل أن هذا الكلام من عند الله بس طب ولو هو ربنا عارف أن النبي ده هينجس وهيعمل نجاسة وإنت هيتنجس بعته نبي ليه نبعتش واحد ليه طاهر مطهر وحاش الأنبياء الله جميعا حاشاهم عليه معربين أفضل الصلاة والسلام أن يكونوا تنجسوا أو وقعوا في مثل تلك هذه الأفعال فهم المعصومون هم أعظم من خلق الله هم أرقى ما خلق الله هم أشرف من خلق الله هم أعظم خلق الله على الإطلاق هل بعد كل هذا ما زال هناك موضع لكلام ممكن أن يقال أنتم إسم الله والحمد لله أن تفعلت ذلك والحمد لله أنكم أقررتم أن يتابكم محرّة الحمد لله هل بعد هذا هناك كلام يمكن أن يقال أنتم أقررتم أن الله أنكم لا تعترفون بالله والله لا يعترف لكم فلا يمكن ان انت تكون بتعترف ما بتعترفش ربنا وربنا اعترف بيك انتم اقررتوا ان انتم وضعتم من الفين عام لفظ الله ودلوقتي عايزين تشولوا لفظ الله فهذا الكتاب الذي يستطيع انسان ان يعدل فيه على كلام الله هل المخلوق يعدل على كلام الخالق أليس لكم عقل أليس بينكم رجل رشيد الحمد لله والشكر لله على نعمة الاسلام وكفى بها نعمة اللهم لك الحمد ولك الشكر على هذه النعمة العظيمة وإلى هنا تنتهي حلقتنا وإلى الحلقة المقبلة بإذن الله أترككم في رعاية الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته